ارتفعت حصيرة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تضرب مدينة ديربان الساحلية بجنوب إفريقيا إلى أكثر من 340 قتيلا وشهدت بلدية ديربان هطول أمطار غزيرة تعد الأعنف منذ 60 عاما حيث دمرت أكثر من 6 ألاف منزل إلى جانب الجسور والطرق كما أجبرت الآلاف على ترك منازلهم كارثة حقيقية حلت بالساحل الشرقي لجنوب أفريقيا حيث تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل ما لا يقل عن 341 شخص من بينهم أطفال وإلحاق أنرار جسيمة بالطرق والبنى التحتية وتدمير البنازل في واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ المنطقة وشهدت مقاطعة كوازولو ناتال التي تضم مدينة الديربان الساحلية هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين الماضي فيما وصفتها حكومة المقاطعة بأنها أحد أسوأ العواصف الجوية في تاريخ جنوب أفريقيا وأضافت أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية أحدثت دمارا لا يصف وقال مسؤوله إنقاذ إن الأمطار القاسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوغ منذ أكثر من ستين عاما تسببت بدمار كبير مع جسور منهارة وطرق مقمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية وهي المدينة الرئيسية في كواسولو ناتال شرقا ومركز الكارثة وأعلن حاكم الإقليم تضرر أكثر من ألفي منزل إضافة إلى حوالي أربعة ألاف مسكن عشوائية وعملت فرق الإنغاذ على إجلاء الأشخاص في المناطق التي شهدت انهيارات طينية وفيضانات وانهيارات هيكلية للمباني والضرق وأثرت الأمطار الغزيرة على خطوط الكارباء في العديد من البلديات وغمرت مياه الفيضانات محطات الطاقة بينما تضررت خطوط المياه الرئيسية واستدعي الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات إجلاء المصابين والعالقين بسبب الفيضانات